اشتركوا في القناة الحوتية الانقلابية التي تدعمها ايران والتي استهدفت المدن الاهلة بالسكان في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية ومن بينها العاصمة الرياض مؤكدا جلالته ان هذا الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف السكان الامنين يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية مشيدا جلالته بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض صواريخ وتدميرها قبل ان تصل الى اهدافها وشدد جلالة الملك المفد على ان مملكة البحرين تقف على الدوام الى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من خطوات واجراءات للتصدي لمثل هذه الاعمال العدوانية للحفاظ على امنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على ارضها مؤكدا جلالته ان امن السعودية جزء لا يتجزأ من امن البحرين وامن المنطقة سائلا جلالته الله عز وجل ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز ويديم عليها امنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وقد اعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله عن الشكر والتقدير لاخيه صاحب الجلالة على هذه المشاعر الاخوية الصادقة النبيلة وعلى مواقف مملكة البحرين الاصيلة والمشرفة والتي تجسد عمق العلاقات الاخوية الوثيقة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لشعب البحرين كل خير وازدهار وتطور في ظل قيادة جلالة الملك المفده ترجمة نانسي قنقر